عيد الميلاد هو عيد الخلاص عيد السلام عيد البهجة عيد الفرح عيد المصالحة عيد فعلاً اللي الناس تتأمل فيه وبهذه الفترة بما فعلوا ربنا من خلال يسوع المسيح هذا الهجوم الكاسح رغم كل المحاولات ضد المسيحية ولكن المسيحية ثابتة وراسخة وصامدة لأنه بكل بساطة المسيحية هي من المسيح وأنه المسيحية هي أساس كتابي وهذا الأساس الكتابي الله اختار بطريقته وبتدبيره الخاص ولادة يسوع المسيح في اكتمال الزمن رغم كل هذا حاول العديد أن يتهم المسيحية في كل أنواع الشتائم خلينا أقولها لأنه هذه كلها ضد المسيح البعض صار يتكلم عن ولادة المسيح العذراوي هي تشبه الأساطير اليونانية القديمة أو المصرية القديمة أو الهندوسية أو الهندية القديمة وهل فعلاً ريلي أنه أنه تشبه ولادة يسوع المسيح؟ ما هو فيه تسلسل فكري من بداية العهد القديم إلى العهد الجديد تسير بخط فكري عقلاني روحاني اللي بتثبت أنه الله حي موجود وأنه ساهر على كلمته ليجريها وما الغرض أنك تشبه ولادة المسيح بولادات الأساطير؟ هل فعلاً أنت قرأت الأساطير اليونانية؟ أو المصرية القديمة؟ أو الهندية وما شابه؟ طب اقرأ كل القصة وتكتشف أنها خرافات أساطير لا حول لها ولا أصل لها بل بالعكس يعني ضد المنطق وضد العقل والبعض الآخر والكثير من الناس تدعي أن المسيح مخلوق وليس مولود كما ينادي الكتاب المقدس وطبعاً هذه البدعة إما عن جهل لأنه لا يعلم أو عن لأم لأنه يريد أن يخبئ ديانته أو يتسطر بها ليثبت تفوق ديانته على يسوع المسيح ولكن الجواب اقرأ الكتاب المقدس وقارن يكفي أن أقول هذا اشتركوا في القناة